من المشاعر القلبية التي نحتاجها أثناء الذهاب لهذه الرحلة أيها الكرام الشوق الشوق إلى الحج والعمرة وأنت ذاهب تشطاق إلى بيت الله الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمناه وكذلك تشطاق إلى الله سبحانه وتستشعر أنك تفد إلى ربك جل وعلا فتستشعر هذا الشوق العظيم الشوق إلى الله جل جلاله من أعمال القلوب إذ هو من آثار المحبة أي من آثار محبة الله فكلما زادت محبة الله جل وعلا في قلب العبد زاد شوقه لربه وكلما نقصت المحبة وضعفت بسبب الذنوب والمعاصي ضعف الشوق في قلبه أيها الكرام إذن الذي يجعل الشوق إلى لقاء الله يخفت الذنوب والمعاصي مرة أخرى أحبتي في الله الشوق إلى الله جل جلاله من آثار محبة الله سبحانه وتعالى فكلما زادت محبة الله في قلب العبد زاد شوقه إلى الله وكلما نقصت محبة الله وضعفت بسبب الذنوب والمعاصي دعف الشوق إلى الله فالذنوب والمعاصي تحجب القلب عن الله وتحرمه الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وهذا الشوق إلى لقاء الله عز وجل يجعله يشتاق أيضا إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى وإلى العبادة وإلى فعل ما يحبه جل وعلا ليترضى ربه جل وعلا فيجد الخشوع والإقبال فيعظم الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى يقول إبا من القيم عشان نعرف أن الشوق ده أساسا موجود في داخل العبد ولكن الشواغل والمعاصي هي التي تبعد الإنسان عن الشعور في فرق بين وجود الشيء والشعور بالشيء الشيء ممكن يكون موجود بس أنت مش حاسس به لأن وجود شيء آخر منعك من الشعور به أيها الحبيب في الله فتأمن هذه الكلمات الطيبة من الإمام بن القيم عليه رحمة الله فيقول وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله وطمأنينة بذكره ما من مؤمن إلا وفي قلبه أي في قلب المؤمن أي مؤمن في قلبه محبة لله طمأنينة بذكره تنعم بمعرفته لذة وصرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه وإن لم يحس به لانشغال قلبه بغيره وانصرافه إلى ما هو مجغول به فوجود الشيء غير الإحساس والشعور به وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه هذا كلام مهم جدا أن يستحضره الإنسان أيها الكرام كل إنسان في قلبه أحبته طمأنينة بذكر الله تنعم بمعرفة الله لذة وصرور بالإقبال على الله شوق إلى لقاء الله عز وجل لأن فيك نور الفطرة ونور الإيمان الذي إذا أفسحت له المجال شعرت بهذه المعاني الطيبة إيه اللي بيحجب الإنسان عن الشعور بالأشياء الموجودة بداخلي هذا هو انشغال القلب بغير الله المشغول لا يشغل أحبة في الله علينا أن نعلم هذا الأمر جيدا المشغول لا يشغل أيها الكرام فعلينا أن ننشغل بما ينفعنا بين يدي الله سبحانه وتعالى وبما يقربنا من الله عز وجل نقبل على الله أيها الكرام المؤمنون ونشغل القلب بالأنس بالله عز وجل ونبتعد عن المعاصي التي قد تبعدنا عن الله أيها الكرام خذ دائما أيها الحبيب في الله هذا الأمر يعني جعله نصب عينيك أن المشغول لا يشغل قلبك إذا انشغل عن الله سيحجب عن معاني عظيمة في أثناء العبادة وعن القرب من الله سبحانه وتعالى فجغل عليك أن تشغل قلبك بما ينفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى وذلك على قدر ما تتخلص من الذنوب وتكسر من الأعمال الصالحة يذهب أسر الزنب وران الذنب عن قلبك وبعد ذهابه بفضل الله سبحانه وتعالى تجد يعني الشعور الطيب بالسكينة والطمأنينة والشوق إلى لقاء الله عز وجل فتستشعر لذة الأنس والقرب ولذة الدنيا أحبة المطلبين العبادة تتحقق فيها هذه المعاني ليدخل نور العبادة إلى قلوبنا فتغيرنا ولذلك لعدم استحضر كثير من الناس لهذه المعاني يفعل عبادة ولا يتأثر بها لأنه لا يستحضر هذه المعاني إذن مما سبق يتبين يعني أن الناس متفاوتون أن الناس متفاوتون في الشوق إلى الله جل وعلا بقدر الإيمان ومحبتهم لله عز وجل